بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابي وطالباتي معاكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثاني تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أستمع لشرح المعلمة وأجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة المجال المستهدف المهني المجال المساند اللي هي المهارات الاجتماعية الهدف العام مراجعة الدروس السابقة الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة أنواع الطين المستخدم في الخزف أن يسمي الطالب والطالبة الأدوات المستخدمة أو اللازمة لأعمال الكروشي أن يذكر الطالب والطالبة استخدامات الكروشي وأيضاً أن يتبع الطالب والطالبة خطوات عمل الكروشي طيب طلابي نرى هنا هذا الستار ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار لدينا هذه القصة أبطال قصتنا اللي هم لدينا هنا سارة وهن وخالد نرى هنا ماذا حدث في قصتنا يريد خالد شراء هدية لأخته بمناسبة تخرجها من المرحلة التأهيلية توجه خالد إلى أين إلى محل الهدايا نرى هنا خالد وهو يتوجه إلى محل الهدايا من وجد داخل المحل؟ وجد هذه الموظفة سارة قالت له تفضل قال أريد هدية لحفل تخرج أختي قالت له سارة أنا فنانة تشكيلية أقوم بصناعة بعض الإكسسوارات الخزفية ولدي هنا بعض أعمالي وهنا عرضت سارة وهي بعض أعمالها الخزفية وأردت هذا العمل وقالت هذا العمل من أعمالي جميل ورائح وأقترح أن تعطيه أختك هدية بمناسبة حفل التخرج ماذا فعل خالد؟ هنا قرر خالد شراء التحف الخزفية هدية لأخته هند نرى هنا خالد وهو يعطي أخته هذه الهدية الخزفية وفرحت هند كثيرا بهذه الهدية الجميلة طيب طلابي ذكرنا قبل قليل اللي هي من؟ اللي هي سارة ماذا قالت سارة؟ تقول أنا فنانة أقوم بصناعة بعض الأعمال الخزفية مثل ماذا؟ نرى هنا مع المعلمة ماذا نرى؟ اللي هو أواني أواني ماذا؟ أواني خزفية إذن طلابي تقول لنا أقوم بصناعة ماذا؟ بعض الأعمال الخزفية مثل ماذا؟ مثل هذا الإناء بالإضافة إلى الأكواب باستخدام ماذا؟ اللي هو الطين الخزفي باستخدام ماذا؟ الطين الخزفي طيب طلابي أخذنا سابقا اللي هي أنواع الطين الخزفي أول نوع لدينا نراه هنا مع المعلمة اللي هو الطين الصلصالي الطين ماذا؟ الصلصالي نستطيع تشكيله بسهولة بهذه الطريقة بدون استخدام الماء في قوالد مثل الصورة الموضحة أمامي إذن نرى هنا مع المعلمة أول نوع لدينا اللي هو الطين الصلصالي يكون سهل التشكيل لا نحتاج لاستخدام الماء عند تشكيل الطين الصلصالي ويكون قوامه ملمسة بهذا الشكل مثل ما نرى هنا مع المعلمة طيب ثاني نوع طلابي وطالباتي من أنواع الطين الخزفي لدينا ماذا نرى؟ أخذنا سابقا اللي هي ماذا؟ عجينة عجينة السراميك عجينة السراميك لتشكيلها نحتاج إلى الماء إذن لتشكيل عجينة السراميك نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الماء والطين الصلصالي نحتاج للماء أحسنتم لا نحتاج للماء لتشكيل الطين الصلصالي لكن عجينة السراميك تكون شديدة لذلك لتشكيلها بسهولة نستخدم الماء عند تشكيلها طيب طلابي لدينا هنا هذا الستار ماذا يوجد خلف هذا الستار؟ نرى هنا مع المعلمة ماذا يوجد لدينا؟ لدينا قصة لدينا ماذا؟ لدينا قصة هنا يريد خالد شراء هدية لأخته بمناسبة ماذا؟ ختمها حفظ القرآن الكريم نرى هنا خالد وأخته الصغيرة طيب توجه خالد إلى أي؟ إلى محل الهدايا نرى هنا خالد وهو يتوجه إلى محل الهدايا من وجد داخل المحل؟ وجد هذه الموظفة سارة قالت له تفضل قال أريد هدية لأختي بمناسبة ختمها حفظ القرآن الكريم قالت له أنا فنانة كرشة أقوم بصنع بعض الأعمال من الصوف ولدي هنا بعض أعمالي وعرضت هنا سارة اللي هي بعض أعمالها من ماذا؟ من الكروشة وأردت هذه الإسوارة وقالت هذه الإسوارة من أعمالي جميلة ورائعة مصنوعة من الصوف الخالص وأقترح أن تعطيها أختك هدية إذن أردت هذه الإسوارة وقالت له ماذا؟ ها أنها مصنوعة من الصوف الخالص وتقترح أن تعطيه ما أمن أخته هدية هنا قرر خالد شراء إسوارة الكروشة هدية لأخته هند وهنا أعطاها اللي هي الهدية اللي هي سوارة الكروشة وهنا فرحت هند كثيرا بهذه الهدية الجميلة اللي هي سوارة الكروشة اللي صنعتها معنا من؟ اللي هي فنانة الكروشة سارة طيب هنا ماذا تقول سارة؟ تقول أنا فنانة كروشة أقوم بصناعة بعض الأعمال من الصوف مثل الأساور إذن سارة تقول لنا ماذا؟ تقوم بصناعة ماذا؟ بعض الأعمال من الصوف مثل ماذا؟ مثل الأساور طيب طلابي لدينا هنا هذا السؤال يقول من أنا؟ أنا فنانة كروشة أقوم بصناعة بعض الأعمال من الصوف مثل الأساور هل تسمى فنانة كروشة؟ أو تسمى موظفة استقبال؟ ها طلابي أين هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم اللي هي فنانة الكروشة تقوم بماذا؟ تقوم بصناعة بعض الأعمال من الصوف طيب طلابي نرى هنا اللي هي أدوات الكروشة الكروشة، أدوات ماذا؟ أدوات الكروشة، ماذا أرى هنا مع المعلمة؟ أرى اللي هو الصوف اللي هو من أدوات الكروشة وأيضا إبرة الكروشة إذن أدوات الكروشة فقط ماذا؟ اللي هي الإبرة تكون مصنوعة من الحديد أو البلاستيك وأيضا لدينا اللي هو ماذا؟ اللي هو الصوف، ولدينا اللي هو ألوان مختلفة ومتحددة اللي هو الصوف، إذن أدوات الكروشة فقط اللي هو الصوف بالإضافة إلى ماذا؟ إبرة الكروشة، أحسنتم إذن هنا نرى في الصورة مع المعلمة إبرة الكروشة طيب، أريد منكم اختيار الإجابة الصحيحة من أدوات الكروشة، هل ذكرت إبرة كروشة؟ أو طلاء الأظافر؟ ها طلابي أحسنتم اللي هي إبرة الكروشة وذكرنا أن مقاساتها تختلف من 2.5 إلى 8 طيب طلابي، لدينا هنا أيضا من أدوات الكروشة ماذا ذكرت المعلمة؟ هل ذكرت خيوط الصوف أو الأزهار؟ ها طلابي أحسنتم، لدينا هنا الإجابة الصحيحة اللي هي ماذا؟ خيوط الصوف، إذن أدوات الكروشة ماذا؟ اللي هي خيوط الصوف وأيضا إبرة الكروشة طيب طلابي، استخدامات الكروشة وشي، ذكرنا نستطيع استخدام الكروشة في ماذا؟ نرى هنا في الصور، ماذا نرى؟ في الملابس مثل هذا الفستان الجميل بالإضافة إلى ديكور المنزل مثل ماذا؟ اللي هي مفارش المطبخ مثل الصورة اللي نشوفها أمامنا بالإضافة إلى ماذا؟ مفارش طاولات مثل الصورة اللي نراها هنا أيضا مصنوعة من الكروشة بالإضافة إلى ماذا؟ القبعات نراها هنا أيضا مع المعلمة مصنوعة من الكروشة بالإضافة إلى ماذا نرى هنا؟ اللي هي أكسسوارات مثل حامل الجوال بالإضافة إلى ماذا؟ ماذا الأساور أحسنتم؟ طيب طلابي لدينا هنا تدريب عملي نراجع مع المعلمة اللي هو طريقة عمل الكروشة ذكرنا إحنا رح ناخذ ماذا؟ اللي هي غرزة البداية بهذه الطريقة نضع الخيط نمسك الإبرة الآن ماذا سنفعل؟ اللي هي ماذا؟ عقدة البداية عقدة البداية تكون على الإبرة بعد أن ناخذ من الخيط وندخلها داخل أين؟ اللي هي العقدة اللي إحنا سويناها بهذه الطريقة طبعا طلاب نعيد الفيديو أكثر مرة حتى نتقن اللي هو عمل غرزة البداية بهذه الطريقة مرة أخرى نأخذ الإبرة نلف الخيط بهذه الطريقة الآن ماذا سنفعل؟ اللي هي عقدة البداية تكون على ماذا؟ على الإبرة بهذا الشكل نأخذ من الخيط وندخلها داخل العقدة بهذه الطريقة حتى تتكون معانا اللي هي غرزة السلسلة في الكروشيط إذن المطلوب منها اللي هو ماذا؟ العقدة بالإضافة إلى غرزة السلسلة طبعا غرزة السلسلة بهذه الطريقة بشكل أسرع اللي هو نأخذ من الخيط وندخلها داخل العقدة اللي عملناها على ماذا؟ اللي هي في البداية على الإبرة انتهى أنشطة درسنا لهذا اليوم قلابي وطالباتي توصياتنا التركيز على رفع مستوى الدافعية المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر